من عشر سنين بالزبط زي الايام ديه كده في 2011 في شهر سبعة كان كل امانينا واماني الشعب المصري ان يكون عندنا امن واستقرار كان كل امانينا من عشر سنوات ان احنا نعرف نمشي في الشارع كان كل امانينا ان مش كل يوم عندي مظاهرة وعندي مليونية وعندي دعوات من حازمون الى الاخوان الى السلام الى كل 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 عشان نسقط نكمل اسقاط الدولة اللي خلصناها في يناير نكملها كمان مؤسسة العسكرية كان كل امانينا ان احنا نلاقي بلدنا افضل مما كانت ده كان كل امانينا من عشر سنوات بالزبط في شهر يوليو 2011 كانش عندنا اماني تاني ما كانش عندنا اماني لا احنا بنتكلم على بلد ولا تنمية ولا خالص كان كل امانينا من كم سنة في 2013 2012 2013 بلدنا تنور كان كل امانينا 2012 2013 نلاقي عيش كويس كان كل امانينا 2012 2013 نلاقي بيت نضيب بيت كويس كان كل امانينا ان نقدر اعمل حياة للناس دي كانت امان الناس بس ما كانش حد يقدر يعمل ده كان كل اماني الناس اللي قدام حضراتكم يلاقي سكن نظيف سكن مريح بيت كويس الولاد دول بدل ما هي وقفة كده تلاقي عندها شقة تلاقي عندها شارع نظيف تلاقي عندها شوية مية تشربهم كويسين كان كل امانينا نلاقي محطات البنزين فضية كان كل امانينا اننا اروح احط بنزين زي ما انا عايز في اي وقت ما اقفش بالطوابير بالساعات كل امانينا كانت الكهرباء ما تقطعش عندنا عشر وخمستاش ووصلت لعشرين ساعة دي كانت كل امانينا سنوات طويلة عانينا وعانى الشعب المصري كل امانينا الترع اللي قدام بيوتنا لحد النهاردة بعض منها ما زال لسه انها تتنظف مش تتبطل محدش كان بيفكر اصلا في التبطين دايما كان نقولك نظف للترع لو سمحت كان كل امانينا اصف طريق قدام بيتك دي كان كل الاماني بتاعتنا من عشر وعشرين وثلاثين سنة واربعين وخمسين سنة وانا ابن قرية كان الامنية اللي عندنا ايه عندنا كهرباء تدخل عندنا طريق يترصف جسر او طريق يترصف شوية مية حلوة الناس تشرب منهم يبقى عندنا صرف صحي دا كان كل طموحات اي مواطن عايش في قرية زي حالاتي كانش عندنا اكتر من كده يمكن احنا بلدنا بلد كبيرة فكان فيها بدل مدرسة اتنين وكان بيجينا من البلاد لحوالينا طبعا والتوابع لكن كان بيجينا من قرى اقل يدرسوا عندنا اعدادي وابتدائي وكده الناس بتمشي عدة كيلو مترات كنا بنمشي عدة كيلو مترات عشان نروح المدرسة اللي في القرية وغيره وغيره كان كل امانينا يبقى فيه حاجة قريبة توصلني يبقى عندنا مواصلة توصلني للمدرسة من البيت وللمدرسة كل امانينا كانت انه الطريق يبقى مرصوف عشان اقدر انا امشي امشي في حياة كريمة ما تبهدلش وانا رايح الصبح ولا المطرة لو نزلة او مش عارف ناس بتروي ارض بتاعتها فالمية الغمر اللي احنا بنتكلم عليه مبهدل الطرق وكلها ما بتبهداش عارف تمشي وانت رايح مدرسة كالصبح عشان ما تتأخرش كنت تعمل ايه ده كان كل امانينا والله بحلف لكم بالله دي كانت كل امانينا ما كانش عندنا طموحات اخرى عشنا كده سنوات طويلة شعب تعب جدا لما حتى تعمل حاجات متعمل حاجات بسيطة اوي وانا بكلمك على قرية عشان لان انا هتكلم على القرية المصرية هاتوبة ايه وانا بكلمك دلوقتي كنا يا جماعة الحقونا كان اعضاء مجلس الشعب يا جماعة عملونا طريق وتقدم طلبات والناس تروح وتاخد انت عارفين كان بيتعمل حاجات دي ازاي كل واحد يخدم قرية ويخدم المكان اللي هو فيه ولكن التوابع والنجوع ما حدش كان بيسأل على الناس وانا بكلمكم لابن قرية وعارف ده وعارفين يعني احنا جاينا من السبعيات لحد النهاردة فعارف ده كويس قوي فين فين يعمل لك شوية كهرباء يوصل لك كم كم عمود كهرباء كده يقول لك وصلنا لكم الكهرباء وتيجي تعدهم عشر خمساشر عمود كهرباء في منطقة معينة يقول لك وصلنا لكم الكهرباء المية وصلنا في شارع مية فخلاص وصلنا مية مية الشطورة وشطورة اللي وصلوا لها عشر بيوت من النهاردة تجوزنا كام تمانينة حاجة ضخمة يعني وهكذا